من بين تحذيرات رمضان تحذير بريك الدنوني بريك الدنوني خاطر ينجم يصبر في الثلاجة مرحبا بكم في مطبخي المتواضع مرة أخرى خذيت صحفة سميد متوسطة صحفة سميد أرتب وصحفة فارينة ومغرفة ملح كبيرة حسب الضوء الملح صفيتهم الكل كما تشوفوا في المعجنة اللي بش نعجن فيها صفيتهم مش على حاجة بش يدخل فيهم لهوية لأكثر ولأقل على خاطر بش نبسسهم هم الأحسن ديما ديما السميد ولا الفارينة ديما نعديوهم على المصفات ولا على الغرباء ما تنغرب لهم مليا حملية قلت من بين تحذيرات رمضان برشا برشا تحذيرات رمضان تشملهم زيدا نجمو نعملو بريك الدنوني من بين الوصفات اللي نجمو نحذروهم خاصة أن يقعدوا يقعدوا بالجمعة بالجمعتين بالشهر حسب معنتها المكون والفخص الحشوة اللي موجودة في وسط بريك الدنوني كما تشوفوا ما زلت نصفشي لهنا في الآخرة هيكا صحفة الفارينة عملت نفس الحكار بالنسبة لجميع المكونات اللي هما ثلاثة أنواع متاع سميد متوسط مش أحرش وسميد أرتب وفارينة وتجي زادة بسميد الأحرش وسميد متوسط وسميد الأرتب لنا حتيت المغرفة الملح حتيت مغرفتين ماء سخون كما تشوفوا بش نضوب باك الملح ونبدأ توافل نقولوا احنا نضوب باك الملح هذيكا مليح مليح بتبيع نوسي ونعاود على نظافة اليدين وكان عنا هكا أخويتم كما تشوفوا ماذا بنا النحيوهم قبل ما نبدأ ونعجنوا لنا حتيت الزيت بش نبسس الزيت هذيكا حسب ما القابلية متاع السميد والفارينة كيفاش تشرب الزيت أنا اللي هنا عملت زيت زيتونة نجمو يعني نجمو بين زيت الزيتونة والزبدة الزبدة الحيوانية بالتبيعة لكن خيرت نعمل بكلها زيت زيتونة وحتى زبدة راهي تجيبها بنينة المهم المهم زيت الزيتونة من الصغنية وش عالية في الوصفة هذي المقادير معناتها هوكا نوعا ما يعني بسيطة في متناول كل بيت تونسية كل دار وكيفاش وكل معناتها مراه كيفاش معناتها تقدر الأمور وحسب المونة وحسب معناتها الموجودة هوكا نتصرفه لهنا قادة نشوفه في السميد والفارينة معناتها كيفاش تبسس نلقاها عمتها الحركة المشهورة متاع المقروض آآ زيت لهنا الزيت ونكمل هكا في السبلاج امتعي معناتها تولي يعني مكون اوموجين معناتها وفي نفس الوقت متشرب الزيت ولا مادة الدهنية اللي حتيتها حبيت آآ نقول الوصفة متاع اليوم مسحيح بمقادير مضبوطة لكن هي زيته يحكم فيها الزوق الزوق متاع العائلة على شنوها معناتها تربينا في صغنة وكل شيكين نحبوها يعني تتحثر بيسر نولي ونزيده في السميد سميد المتوسط نعوضوه بسميد ذيكا اللحر شوائلة بسميد معناتها نكثروا الكونتيتي معناتها المقدار متاع السميد المتوسط بارابور للسميد الارتب والسميد والفارينة ولعكس صحيح زيته المهم معناتها نقوله احنا هوقع عنا المقادير نجمو نتحكمو فيها لانا انا خيرت بش تكون المقادير الكلها آآ كيف كيف معناتها نفس المكيا اللي كيلت بيه السميد المتوسط والسميد الارتب والفارينة وزيت عليها مغارفة ملح وتنجم تعمل نصف مغارفة ملحة كبيرة وتنجم تعمل مغارفتين ملح زيتها كيف كيف ولانا كما تشوفوا الماء بتبيع ما عندوش هكا مقدار معين استعملت عفوا انا زوز حليل بماء من ذوكم يكون سخون وإلا متوسط لاني الوصفة مطيعنا ما تماش خميرة دونك يعني نجمو نستعملو الماء سخون وزيت آآ يعني بش تقت ترتاح المدة طويلة آآ انا خليتها قمت هذه عجنتها قبل الاصليت آآ الفجر آآ بمدة وروحت آآ للدار خلط للدار ما يقارب اقولوا احنا بديت هكا آآ بعد بش نوريكم ما شنو علي كملتها كبقيت الوصفة يعني جبتها آآ ينكر ما حكيت آآ ثالثة ونصف بعد الزويل لاني قاعدة هاو كان تستي فيها قاعدة نشوف فيها ما تلعجينة كيفيش وليت راهي تتلملمين ما هوش عجنين اللي تشوفوا فيها ذاك كله ما هوش عجنين كي جيت نعجن اني حتيت المعجنة فوق رخامة لكن رخامة فيها هكا نقولوا احنا تبشة ذاكا متاع الصباح القهوة وكل شيء آآ دونك خيرت هكا بش تكون لاني على ذهر ليدو اسهل لي لاني حتيتها في آآ ساشي لزم تكون آآ ساشي زيتها بتبيعة متاع اآ صالحة لاستعملت هذومة وخليتها ترتاح كي ما قلت يمكن كملتها هكا مع حكاية آآ يعني الخمسة ونص متاع الصباح آآ حتيك اش قلت حتيكش مطلثة ونص متاع العشية بهي لاني عودنا الى المنزل ايش عملنا عندي زوز الدورة متاع جيش صدر دجاج زوز آآ حتيتهم عجازت هم شوية هكا قسطهم طروف بسطهم شوية بسل وفوحتهم مليحة مليح بعد كيف تابو هرستم فك المهريس اللي كنت انواري لكم فيه توا اللي في الصحفة هذية كبار ومع دنوس مقصوص طروف وزيتون آآ مخلي من القلوب زيتون اكحل بتبيعة كنت نفخته هكا بشوية ماء حتى نتنحت الملوحة متاعو لاني كتخ فهماش آآ وهذية البطاطا المصموتة وهذية معنتها الجبنة دي المطبوخ آآ اختياري ومش آآ معنتها في الوصفة هذية جيش تتكبش نعاوض بي شوية لعظم عملت بيضة لمحالة وزبدة دي كذلك كي ما تشوفو اختيارية اذا كين عملنا الحم المفروم ننستغنيه وعلى الزبدة خاصة هي الوصفة الاصلية تتعمل بالحم المفروم متاع الخروف آآ نعاوض الوصفة الاصلية تتعمل بالحم الخروف آآ المفروم آآ دونكن وليو نستغنيه وعلى بلش مكونيات النجم نستغنيه عليها بما فيها البطاطا والزبدة والبيض على خاطر اللي نعرفه آآ المادة التهنية اللي في الحم العلوش معنتها تنجم تتلم الفاخص بكديه مغير ما نستحقوا المكونات هذية عاليش ضفت البطاطا وعاليش ضفت آآ معنتها مجموعة مجبونيت بما فيها المدزاريلا زادا حتيت شوية مدزاريلا على خاطر نعرفه الجيش شايح وما فيهو شكل بنا اللي لازمة بش تجينا هكا الكعبة البريك الدنوني او الباناضش نجمو زادا تم وصفة اخرى للباناضش آآ جينا هكا هكا فيها هكا المادة الدهنية اللي بنينا لان هي اسمت الباتاتا في ماء وملح وخليتها هكا ما تتسمت حتى لين ما انتها بيت بالكديه قلت بريك الدنوني نجمو نستحفظوا عليه هكا في الفريجيرير في الكونجيلاتور في الفريزر آآ المدة هكا تويلة نسبيا معنتها من فوتوش من احسن من فوتوش آآ أصبوع أصبوع عين اهوك خاصة المرأة اللي تخدم لي تشتغل تحذر الفاخص متاحا وتعمل العجينة وبعد مش تشوفوا هكا بقيت المراحل ورسوهم هكا رصات هكا بهين في نقولوا احنا في العلبة اللي خاصة زيدة بالآ فريزر وتقد هكا هي نقولوا احنا جمعة جمعتين نجمو نجبدوها آآ نخليو هكا كي نجيو ومشين للشغل ولا حاجة نخرجوهم بش تفك من بعضها بتكون سهلة ومن المستحسن من المستحسن نحاولو نعملو الفاخص الحشواء من غير بيض الني اذا كان بش نكنجلوهم لما حالا انا كانجلتم على نهارين ثلاثة من فوتوش اذا كان حتينا البيض الني آآ فيها وراهي تتلمرة وهذيك جيست على خطر معنتها آآ بش يعطي هكا بزيد هكا قولوا احنا بنا آآ لجيجو جي هكا هشوش في الفم ومستسيخ آآ لاني هذي كي ما تشوفوا العجينة هكا يعني ارتاحت وجي هكا نوعا ما هكا يبسة متخفوش هذيك هو القوام اللي لازم يكون يعني مهما كانت نقولوا احنا المقدير اللي اعتمدتها في الوصفة امتاعك ماذا بيك تتحصل على العجينة متماسكة بالقدر هذي وما تكون ما تلسقش وتكون حتى كتفردها هكا على قولوا احنا على رخامة ولا غيره آآ متستعملش هكا لا زيت لا حتى شي هي عمانتها آآ عندها اكل اكتفاء ذاتي امتاحا ومعنتها بش تنجح لماعك الوصفة من الاخر يزمها تكون يعني بالقوام آآ هذا ما تخافوش الوصفة بقدرة ربية تنجح آآ يعني وتجي بنينة وهشوشة آآ مقرمشة من برة ومن داخل تكون هكا يعني فيها هكا تعليكة لبنينة لان هي قاعدة هكا يعني نسوي فيها حتى اللي نتحصل على اللي بسيغ اللي حشي بي آآ متكونش غليدة ومتكونش رقيقة آآ نعرفوا اللي ثم حشوة معنتها ناخذوا هاكل حسابات هذو متاع المعدنوس وزيتون والكبار اللي نجم حتى ينقبها ومعنتها وكيف كيف ما تكونش غليدة على خاطئ احنا بش نقليوها في الزيت اذا كامش يكون غليدة برشا راي ما رايش بش تجي نية هكا آآ شوية كومي بيل هنا عندي اخترت القالب هيدا اللي متوفر عندي معنتها عندي ثلاثة معنتها ديمانسيون ثلاثة معنتها اشكال هكا هو نفس الشكل اما معنتها المقاييس سمتي ومعنتها ثلاثة مقاييس آآ كنت حبيت هكا ناخذ هكا قالب ثمما ما اكبر منه آآ هذي قديم شوية لكن مش مشكل معنتها ادى بالغرب بي حبيت نوريكم هكا تاريختي هكا في القالب بعدها قلوا احنا تجارب آآ معنتها مليئة بالآآ فشل لكن كي ما يقولوا واحد دي ما يجرب وما يملش وبقدرة ربي معنتها يجيبها يجيبها التجارب بش نحكي معتها في الوصفة هي دي متى تجارب هكا سابقة لخطر معتها شريتهم وعلى مرتين كنت بش اللوحهم احقاقا للحق لكن كيف من بعد هكا بديت هكا كل مرة هكا نجرب ديما نجرب وبعد نحطهم اكوتي ونجبت الصحفة ونعمل هكا بديتي وكهاو كيف هكا بديت هكا يعني نفهمها قلت عليش ليه يعني ما نشارككمش هكا كيفيش هكا طريقتي لاكثر ولا الاقل به نحط هكا العجينة كي ما تشوفوا فيها نعود نفردها بداية نواصح فيها شوية بش تجي هكا قولوا احنا جنب عجنب وكيف هكا نغلقها تجي يعني كي ما يقول اه سمحا ونسمحوها بتبيعة بالبيدينا ولا بالسكينة كي ما تشوفوا وتخرج لنا كعبة هكا بريك الدنوني على اصولها هكا مرتوبة وفي حقها ان شاء لا تكون هكا حسرة اه الافادة ومشاء لا تجربوها وان شاء لا نعودها برشة مرات اه اه عملتها زي نعمل لها بالطن نعمل لها بالحم المفروم البقري وبالحم الخروف اما رأي بنتها بنتها حقيقة بنتها بالحم الخروف وحتى بتجيش زادة بنينة اللي بتجيش بنينة ويحبوها خاصة نص صغار وما في هش نقوله احنا اختلاف معنتها ما يختلفوش عليها ثنين اللي بتجيش يعني ربة البيت كي بيش تعملها كالفاغس هكا كي ما عملتها اليوم ولا تنجم بتبيعة زيد تدفنن فيها اكثر تكاثرت جوبونات تنجم زيد فيها عظم رابي باشا باشا حاجات تنجم زيد ولا تنقص على كيفا المهم هي بتجيش ما يختلفوش عليها ثنين ومعنتها وباية للاذواق الكل لكن كقولوا احنا ذوقي اهكا الشخصي يمكن واحد السين اسمعتها بالمذاقة هذيكا نخير الحم العلوش خاصة في العيد الكبير بتبيعة واحدة هي شنية هي ضمن وصفيتها ضمن خاصين برمضان وبالعيد الكبير عيد الاضحى وعيد الاضحى في الاكثر نعملوا البناضج معناتها قريبة الوصفة هذية للعجينة بتاها كنت عملت قبل البناضج تتعمل بالسميد فقط بليش فرينا لكن انا نخيرها متى كيف نضيفو عليها شوي فرينا نفسها هي يعني طريقة العجينة لكن اه الطريقة يعني الكعبة اه يعني تختلف اه شوية ثم طريقة معينة للبناضج خاصة البناضج الاندلوسية باي لنا حتيت اه الزيت يقلي اه الزيت حتيته يسخن وبعد وطيت عليه النار نار متواسطة اه علاش على خاطر ماذا بينا الزيت هكا يحمى بالقدي بالقديم قبل ما نحطوا الكعبات كي نجيو باش نحطوا الكعبة انوتيوا النار باش تطيب في حقها ومتتحرق الناش كيما من البرة كيما من داخل وتاخذ وقتها وكل شي يعني في الكل فكل على نار متواسطة باش منوزع نوزع لكمش روسكم برشا المهم نقعد وهاكا يعني نقلبوا فيها ما انتم الكوتين نشدوا جنبها بتبيع ومنمشي واش نعملوا حاجة اخرى نوقفوا كل شي ونتليهوا بيهم الكعبات حتى لين نكملوهم كل كعبة وتجي في حقها وعال العان لدي خاطر مسئولية الاكثرية هي شنو ما قلت في رمضان ومنقبلت اه رمضان اه المشتهية ولبنينة وتاكل كعبة معناتها عليش قلت انا باش نشوف القلب الكبير خاطر بالحق مسئولة انا بالصحفة نعمل بصحفة نعملهم اكبر من هكا برشا لما حالة هيدا اكبر قلب عندي في الدار نحاول نتحصل على قلب اخر اكبر منه كما قلت لكم وان شاء الله هكا في مواعيد لاحقة بتبيعة تابعوني وتشجعوني باش نعمل لكم مزيد من وصفات اه الجميلة والذيذة خاصة ان تبدأ بنينة لنا اوكا عملت الطبقة متاعي بهال شوية هكا بالخص ونجمو نعملوها هكا كتبق مصاحب هكا احنا شقين فطر ولا كذي اه شوية شربة لسانة عصفور فكل قلو احنا البويقي هذي كمتاع جيج اللي عملناها نعملو بيهم هذوكم شربة لسانة عصفور نكملو نعملو هكا تستير هكا بيا ولا عشا ولا ولا هكا كامونية اه وسليتها هكا خضرة وسليتها مشوية سليتت ام حورية امك حورية اه سلطة مفورة سلطة مصموطة وهي لما جرق هكا حبيت نعطيكم زيدة كيف اه يعني اه دبارة متاشقين فطر نجيو لهنه هكا باش نتستيو هكا البريك الدانوني متاعنا شفتوا القاوة ممتاحة شفتوا الفخص من داخل الحشوة كيفيش ومع هكا الذوق هكا مقرمشة من برا ومن داخل هكا معناتها لدي ذا يسر وولينا وطيبة في حقها لاني مبقى لك انا نقول لكم شكرا على حسن المتابعة وتابعوا الفيديو الجاي باش نوعيكم كيفيش معناتها حتيتها في الكونجيلاتور والى اللقاء وضمتم في رعاية الرحمن وحفظيه الكريم مسلامة اكيد انك من جمهورية الزمن الجميل خطرك وسط المستوي هدية من الفرجة في الفيديو فحط لي لايك وحط لي كومنتير حلو وما تنساش الاشتراك بالقناة اذا كان ماكش مستريك بس لما اشتركوا في القناة لكم